اشتركوا في القناة وافداء في مختلف مناطق المملكة واسم ذلك في الكشف عن عدد من الحالات المؤكدة والتي تم حصرها والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة قامت الفرق الطبي المختصة بوزارة الصحة بالتعامل التنسيق مع الإخوان في وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات احترازية تتضمن فحص العمالة الوافدة والقاطنين بمختلف مناطق البحر كانت هناك زيارات ميدانية وعدت لذلك لسكن العمال وكانت هناك إجراءات احترازية كذلك المخالطين منهم والفحص من خلال الوحدات المتنقلة التي تروح إلى مساكن العمال أو توجيه عامة هؤلاء العمال إلى مراكز الفحص المحطوطة أو التي هي منسوبة في وزارة الصحة وعلى المستوى الوطني هناك كذلك مع هذه صادت هناك حملات توعوية إذن هناك فحص من قبل الوحدات وكذلك حملات توعوية في نفس الوقت هذه الحملات كانت استباقية وأسهمت إسهام كبير جداً في الوصول إلى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا لمواقعهم ومكننا كذلك من حصرهم والتعامل معهم وفق الإجراءات المعتمدة ما زلت الحمد لله بالعامين أن الطاقة الاستيعابية عندنا والإشغال الفحص والحجر والعزل والعلاج أنا أذكرها وما زلنا الحمد لله بالعامين نحن بخير ولكن نشدد ونذكر دائماً بالأمور الاحترازية نحن بالأعداد الموجودة والجهود الجهود من الحمد لله بالعامين كبيرة ونحاول نطمن على أن نبذل قصار جهدنا ولكن ما نتمناه من الجميع أن يكون هناك في حرص واحتراز أكبر وتشديد على قضية اتباع التعليمات التي وردت من عندنا أو تخبر من قبل الجهات المعنية يمكن هذا العقام تقول والله الحمد لله عندنا طاقة استيعابية كبيرة وممكن عمّة يستغلها لا سمح الله إن شاء الله منوصل حق هذه الأماكن وأن يكون فينا كلها استغلال الحذر أعتقد والاحتراز هو من أهم الأمور اللي نحن نؤكد عليه في كل مرة